أدواء من التحالف القوى العراقية وحزب الدعوة رفضهما مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لحل أزمة السفتاء تقرير مقصر إقليم كردسان لأنها تخالف الدسور الذي يضمن وحدة العراق في أضوني ذلك أبدى مجلس الأمن الدولي معارضته للسفتاء وأحذر من أن هذه الخطوة الوحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار وسط مدينة السليمانية وفي ملعب كرة القدم رفع الحاضرون العلم الكردي ليس تأييدا للاستفتاء هذه المرة بل للإعلان عن موقفهم الرافض لإجرائه للمرة الأولى أيضا ترفع كلمة ناخير وهو الاسم الكردي لكلمة كلا كلمة تردد صداها في أرجاء المدينة التي تشكل أكبر كثافة سكانية بين الناخبين الأكراد قريب كردستان بات مهددا من تركيا وإيران ولدينا مشاكل من بينها أن رواتب الموظفين والمعاقين لم تدفع منذ أشهر فكيف إذا تم إعلان دولة كردية وخلال أسبوع واحد أقيمت في السليمانية مهرجانات شعبية حملت شعارات مثل كلا أو ليس الآن في إشارة للاستفتاء بيد أن كثيرين من سكان السليمانية تمادوا بمواقفهم ليس في معارضة ورفض الاستفتاء فقط بل في توجيه اتهامات جريئة لرئيس الإقليم تسجل في العلن للمرة الأولى نعتقد هذا ما زال مسعود ليس مشروع كردي بل مشروع تركي من أجل قبرصة ثانية وهذا باستفال اليوم جزء من نشاطاتنا لا لإستفتاء في الوقت الحاضر ولعل جمهور وأنصار حركة التغيير هم أبرز المعارضين للاستفتاء ولسياسات حكومة الإقليم الكردي كلما اقترب موعد إجراء استفتاء تقرير المصير كلما ازداد تمسك المؤيدين بمواقفهم ويصر المعارضون على الرفض لكن المفارقة أن هذا الاستفتاء الموعود لم يوحد الأحزاب الأربعة الرئيسة في الإقليم بل زاد من الانقسام السياسي داخل البيت الكردي وتوسعت هوة الخلاف حينما اتهم المؤيدون للاستفتاء المعارضين لإجرائه بالخيانة خيانة الحلم الكردي طارق ماهر التلفزيون العربي السليمانية اشتركوا في القناة